تخيلوا حضراتكم عبد الحميد لتبيبة رئيس الحكومة غير الشرعية في قلب الدولة الليبية رئيس الحكومة المنتهية وليته منذ عدة سنوات عبد الحميد لتبيبة اللي سرق ونهب وضمر وخرب وخلى المافيا والميليشيات هي التي تحكم الجانب الليبي عبد الحميد لتبيبة اللي عقد الصفقات القذرة مع العديد من الدول بما فيها الكيان الإسرائيلي من أجل تهجير كل يهود العالم إلى الدولة الليبية بحيث أن هم يسيطروا عليها هذا الرجل أطلق تصريحات صادمة جدا منذ ساعات قليلة أعلن فيها أنه لن يسمح فعودة معمر القذافي مرة أخرى لحكم الدولة الليبية بعد أربعين سنة من الدكتاتورية والسرقة والنهب طبعا في إشارة لسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي معمر القذافي اللي بيستعد وبيجهز في سبيل أنه هو يخوض الانتخابات الرئاسية بعد فترة تطول أو تقصر وطبعا باعتبار أن سيف الإسلام القذافي له مؤيدي في كل أنحاء الدولة الليبية بشكل غير عادي هذا الزلك في نفس التوقيت اللي كانت فضحته بجلاجل وصادمة جدا بعد التصريحات دية واللي كشفت عنها وسائل إعلام محلية وفضحته وكانت الفضيحة بتاعته بجلاجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر استفزاز ما بعده استفزاز عاوز أقول لحضرتكم أن عبد الحميد لتبي بدأ المفترض جدلا أن تم تعيينه من قبل الأمم المتحدة لمدة سنتين فقط لا غير ومن ضمن شروط تعيينه كرئيس للحكومة المؤقتة أن هو ما يعقدش أي اتفاقيات مع أي دولة تكون بمثابة اتفاقيات مصيرية إلا أنه ضرب بكل ذلك عرض الحائط بعد موطد الملك بتاعه من خلال الميليشيات اللي دعم دورها بشكل غير عادي في الجانب الغربي أو في الجهة الغربية من قلب دولة ليبيا إلى درجة أن هو أطلق تصريحات من نوعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستغنى عن دور الميليشيات الليبية باعتبار أن هي أصبحت جزء من المنظومة الأمنية والعسكرية وأن هم أصبحوا أمر واقع وأي حد معترض عليهم يخبط دماغه في أقرب حيطة عبد الحميد لتبيبا ده أبرم اتفاقيات مع تركيا ومع إيطاليا ومع الكيان الإسرائيلي ثم سرق ونهب وسيطر على أموال النفط الليبي وحول مليارات الدولارات للمصرف المركزي بتاع دولة تركيا على أساس أن رجب طيب أردوغان رئيس تركيا بيدعم الإمبراطورية بتاعته عبد الحميد لتبيبا ده قال للمجلس النواب الليبي وقال للمجلس الأعلى للدولة الليبية والمجلس الرئاسي توزي فيكم جميعا أنتم منت الشرعيين الشخص الوحيد اللي شرعي هو أنا لأن الأمم المتحدة معترفة بي طبعا أنتم عارفين أن الأمم المتحدة ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدير المنظومة الليبية لحسبها الخاص وطبعا سيف الإسلام القزافي لو جه عبر الصناديق والانتخابات الرئاسية هتبقى كارثة بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للدول الغربية لأن سيف الإسلام القزافي صديق مقرب من فلادمير بوتن رئيس روسيا وبالتالي هيتم توجيه ضربة غير عادية للمشروع الأمريكي في قلب ليبيا بناء على أمريكا جابت عبد الحميد لتبيبا وقالت بص أنت رئيس للحكومة مقابل أنك تتنفذ الأجندة بتاعتنا وإنت معاك كارت أو شيك على بياض أنك أنت تبرم أي صفاقات قذرة لدى كل الأطراف بالطريقة التي تروق لك بالطريقة اللي تنفذ الأجندة المتفق عليها عقد الاتفاقيات مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأصبحت جماعة الإخوان تسيطر وتنهب هي والميليشيات مع رجب طيب أردوغان مع أطراف أخرى تخيلوا حضراتكم أن الراجل ده بيقول لك إيه أنصار معمر القزافي دلوقتي هم اللي مدمرين الدولة وهم اللي سرقين الدولة وهم اللي نهبين الدولة وهم اللي بيستعينوا بالخارج من أجل الضغط على الشعب الليبي قال الكلام ده عبد الحميد لتبيبة ده كان نظم مؤتمرات لجمع التبرعات لفلسطين طيب بتبص البرة بتبص الجوة الأول إذا كان الشعب الليبي أساساً مش لاقي ياكل يعني أنت بتجمع تبرعات للشعب الفلسطيني تم تفك الكيسة بتاعتك على رأي المصريين وتطلع من المليارات اللي أنت نهبتها أنت والمجموعة بتاعتك أنت والميليشيات بتاعتك أنت وكل الخونة والعملاء بتوع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لأنه هما سرقوا أموال النفط الليبي وحطوها في كروشهم ودعموا بيها كل الأطراف اللي بتدعم الإمبراطورية بتاعتهم ما تاخد من الفلوس دي وتوجهها للشعب الفلسطيني لا 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 احنا بنجمع تبرعات من أجل الشعب الفلسطيني ايه دا؟ الشعب مش لاقي يأكل الشعب مش لاقي خدمات الشعب بيتدور جوعا وانت عمل بتجمع تبرعات للشعب الفلسطيني ثم تجمع تبرعات للشعب الليبي ايه اللي عملوا حضرته بقى خلال أحد المؤتمرات لجمع التبرعات دي قلب الحرف الواحد احنا بنطالب بوضع دستور جديد للبلاد حتى تسير العملية السياسية بشكل سلمي طيب ما تسمح بعمل دستور لا كل اللي بيحصل دا أنا مش موافق عليه عاوزين تعمل دستور من خلالي أنا عاوزين تنقش الدستور أنا صاحب القرار عاوزين تقر الدستور أنا اللي أقر الدستور طب وكل الأطراف لا 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 الأطراف اللي التانية دية اللي هي بتناقش والكلام الفاضي دا كله وكل الأطراف الأخرى فيما عادين أطراف مش معترف بيها تعهد بأنه لن يبقى في منصبه يوما واحدا إذا كان هناك شخص واحد فقط لغير بيتضرر من وجوده خبر اسود 99.9% من الشعب الليبي أساسا رافض وجوده لكن مش قادرين يتكلمه طبعا الميليشيات مبسوطة من وجود عبد الحميد لتبيبة طبعا الخوانة والعملاء اللي أقد معهم الصفقات القذرة مبسوطين من وجود عبد الحميد لتبيبة لأن رئيس عصابة الطبيعي أن كل أفراد العصابة هتعمل له تعظيم سلام طبعا كل اللي جاني الإلكترونية اللي شغلين لحساب عبد الحميد لتبيبة بيدعموا وجوده ليه؟ لأن مصالحهم مرتبطة بوجود عبد الحميد لتبيبة مش ضمنين بقى الرئيس الليبي القادم اللي هيتم اختياره في الانتخابات القادمة إن كان في الانتخابات هيرضى عن وجودهم ولا لا؟ ثم بيقول إيه؟ حكم العسكر اللي استمر أربعين سنة كاملة بيحاولوا دلوقت إن هم يرجعوا عشان ينهبوا ليبيا بيحاولوا يرجعوا عشان ينهبوا ليبيا طب ثانية واحدة بس يعني إذن لسه ما رجعوش عشان يبدأوا النهب لا لسه هم بيحاولوا طيب من سنة 2011 أيام ثورة الخراب اللي اسمها ثورة 17 فبراير 2011 لحد تاريخ النهاردة أخبار الاقتصاد الليبي إيه؟ أخبار نفط ليبيا إيه؟ أخبار فلوس ليبيا إيه؟ من اللي سرقها؟ من اللي نهابها؟ أمثال عبد الحميد لتبيبة بس يبتوا بيقول أنصار النظام السابق بيحاول إن هم ييجوا بعد ما نهبوا ليبيا طوال 40 سنة عايزين ييجوا مرة تانية عشان يكملوا نهب طب الشعب اللي بيجي عن ليه؟ طبعا لا إجابة ثم بيقول إن سياسة كسر الأنوف أو الحكم بالسيف على الآخرين لن تحكم ليبيا بعد 40 سنة من حكم العسكر والفرض الواحد طب اللي بيحصل في ليبيا من سنة 2011 إيه؟ سؤال بيطرح نفسه سورة 17 فبراير 2011 عملت إيه للشعب الليبي؟ غير الخراب والضمار وقدوم أمثال عبد الحميد لتبيبة بالمناسبة عبد الحميد لتبيبة التاريخ بتاعه والملفات بتاعته ملفات سودع راجل سارق راجل كل ملفات الفساد بتحصره من كل اتجاه وهو رجل أعمال لأنه هو واحد من رجال الأعمال الفاسدين واتهم أنصار معمر القزافي بتهريب الدولارات خارج ليبيا ها يا خبر السويد طب إذا كان أساسا عبد الحميد لتبيبة بيحول بالأمر المباشر مليارات الدولارات من المصرف الليبي للمصرف المركز التركي ليه؟ فلوس على ليبيا عشان رجب طيب أردوغان لأن رجب طيب أردوغان قد ترخيره لولا وجود رجب طيب أردوغان كانت ليبيا هتتسرق وتتنهب ولولا رجب طيب أردوغان كانت دولة ليبيا تقسمت طب إزاي؟ ونقان على أي أساس أن كنت تسمح لرئيس دولة أخرى ودولة أخرى تندس في قلب الدولة الليبية بعض الخوانة والإرهابيين واللجان الإلكترونية التابعة لعبد الحميد لتبيبة يقول لك إيه؟ عبد الفتاح السيسي رئيس مصر بيتدخل في شؤون ليبيا من خلال المشير خليفة حفطر طيب وهو علاقات أوكرانيا بالدول الغربية والتنسيق معاها هل يطرد تدخل في الشأن الأوكراني؟ طيب إذا كان الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي بيتدخل من على البعد وعلى الرغم من أن ده يجزله لأن دولة ليبيا تعتبر على حدود الدولة المصرية وبالتالي من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه هو يتناقش مع كل الأطراف لما فيه صالح ليبيا ومصر طيب ماذا عن رجب طيب أردغان؟ أنت زي تسمح له أساسا يتدخل في الشأن الليبي؟ الحاجة الثانية ما هو الرئيس عبد الفتاح السيسي استضاف عبد الحميد لتبيبة كذا مرة إلى درجة أن الحكومة المصرية بقيادة مصطفى مدبولي مع مجلس الوزراء المصري راحوا والتقب عبد الحميد لتبيبة عدة مرات وعبد الحميد لتبيبة جه في قلب الدولة المصرية في قلب العاصمة المصرية عدة مرات هل معنى ذلك ده تدخل في الشأن الليبي؟ يا حالتها أنت وهو ثم اتهم أنصار القزافي بالتهريب والتدمير ومحاولة السيطرة على مقدرات الأمور وقال أن هم هددوا مصر في الوحدة إما تحويل الأموال وإما الإغلاق وهؤلاء يريدون خداعكم ووضعكم تحت الأرض وبيسرقوا أموالكم ليفرضوا سيطرتهم وإن الخارج يحرق في الضعفاء داخل مدينتنا لإثارة الفدنة وإن دولي بيستعينوا بالخارج يعني اللي فيه جابوا فأنصار سيف الإسلام القزافي مثلا شعب مصر بيقولك إيه؟ اللي فيها تجيبوا فيك الوحدة الرقاصة الشمال تتهم الواحد المحترم وكل المفرضات القزرة اللي هي عايشها وغرقانة فيها اللي فيها تجيبوا فيك الخارج بيحرق أنصار سيف الإسلام القزافي ما يحدث في ليبيا من مشاكل هو بسبب تحريك أطراف خارجية لبعض الليبيين في الداخل ثانية واحدة بس يعني سبب مشاكل ليبيا الأطراف الخارجية اللي بتنسق مع أنصار سيف الإسلام القزافي طيب أخبار ساعتك إيه؟ ما هو عبد الحميد لدبيبا أعلن بالحرف الواحد لما سألوه عن الميليشيات وألم يعنوا الوقت أن الميليشيات اللي بيتسلم السلاح بتاعها لجيش موحد قال بالحرف الواحد مستحيل مش هنستغنى عن الميليشيات الميليشيات هتفضل موجودة رغم أنف الجميع لأصبحت جزء من المنظومة العسكرية والأمنية على الرغم من أن الكل متفق أن الميليشيات سبب أو أهم أسباب الفرقة الداخلية في قلب الوطن الليبي كل واحد يصحى الصبح يأخذ شوية أسلحة ويعمل له ميليشية يفيها يخفيها عبد الحميد لدبيبا أقر واعترف بالميليشيات دي بيوزع عليهم فلوز يعني الميليشيات دي ما عملتش مشاكل لا 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 أنصر صيف الإسلام القزافي الذين لا يحملون السلاح أنصر صيف الإسلام القزافي اللي بيحترموا القانون في قلب الدولة الليبية أنصر صيف الإسلام القزافي لما عبد الحميد لدبيبا قرر أنه هو يقف ضد ترشح صيف الإسلام القزافي في انتخابات رئاسية ماضية وكانت على وشك أنه تم تنفيذها وتنظمها أنصر صيف الإسلام القزافي لم يحملوا السلاح مثل بلطجية عبد الحميد لدبيبا بالمرة بل بالعكس احتكموا للقضاء الليبي واحترموا القانون الليبي هما دول أنصر صيف الإسلام القزافي اللي بيقول عنهم عبد الحميد لدبيبا ما القوة الجبرية وبيحاول أنه هما يستعينوا بأطراف خارجية من أجل إثارات المشاكل شغل تهريك طبعا طبعا البيع عبد الحميد لدبيبا بيقول أن أنصار النظام السابق وأنصر صيف الإسلام القزافي هما سبب المشاكل وهما اللي بيسرقه وبينهابه وسائل إعلام الليبية فضحت عبد الحميد لدبيبا البي دا اللي هو عبد الحميد لدبيبا حاليا بيجهز عشان فرح ابنه محمد في مدينة مصراطة انتقدت وسائل إعلام محلية ظهور عبد الحميد لدبيبا في المراسم بتاعته وقالت أنه رغم الظروف الصعبة اللي بيعيشها الليبيين في ظل الوضع الاقتصادي وغياب السيولة بالمصارف يقوم عبد الحميد لدبيبا بالتحضير لزفاف ابنه وسط مظاهر له وبزخ مبالغ فيها أدي عبد الحميد لدبيبا اللي بيجمع التبرعات للشعب الفلسطيني من إيد الشعب الليبي الشعب الليبي اللي بيتدور جوعا ثم تعالوا بقى حضراتكم شوفوا اللي بتعملوا الولايات المتحدة الأمريكية في ظل رئاسة عبد الحميد لدبيبا لرئاسة الحكومة كشفت تقارير دولية عن قيام شركة أمريكية خاصة بتوفير التدريب للجماعات المسلحة داخل ليبيا نيابة عن الحكومة الأمريكية البيع عبد الحميد لدبيبا متفق مع الحكومة التركية إن هي تدعمه بمرتزقة ومتفق وعاقد صفقات قذرة مع الولايات المتحدة الأمريكية إن هو جايب أفراد من المرتزقة الأمريكيين وأفراد من البنتاجن وأفراد من الجيش الأمريكي بيدربوا جماعات مسلحة بحيث الجماعات المسلحة دي هي التي تثير الفوضى والضمار وأي طرف مش عجبهم ينشو يتخلصوا منه دا عبد الحميد لدبيبا التقارير كشفت عن الفضيحة دي عبد الحميد لدبيبا لأ الكلام دا ما حصلش ونفى الكلام دا شوفوا بقى حضراتكم السفارة الأمريكية في قلب ليبيا قالت إيه قالت يا جماعة أنتم تتكلموا إزاي الكلام دا ما حصلش نفت صحة هذه التقارير وقالت إن التقارير دي تكاذبة والمعلومات دي تكاذبة ليه أما الفين الحقيقة يا ستة أمريكا قالت الشركة التي تحمل اسم أمينتوم شريك منفذ لبرنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يعني إذن أمريكا موجودة وبتدعم جماعات مسلحة بزعم إن هي بتدربهم على مواجهة الإرهاب تعددت الأسباب والموت وحيدهم والذي يدير البرنامج دا في جماع أنحاء العالم مكتب الأمن الدبلوماسي يعني التقارير مزبوطة أنتو بتنفوا بقى ليه يعني وزارة الخارجية الأمريكية اعترفت بأن بالفعل في قيادات عسكرية بتدرب جماعات فرأيت إيه كل الطرق تؤدي إلى روما ما هو عبد الحميد لتبيبة بيقول أو بيبرر مرتزقة رجب طيب أردوغان ووجودهم في قلب ليبيا بأن هم بيدربوا وحدات الجيش الليبي وبيحموا المنشآت العسكرية قال لا هو الحرام لما بيجي يسرق أو عبد الحميد لتبيبة لما ييجي يسرق من ميزانية الشعب الليبي بياخد فلوس ويحطها في جيبه بشكل مباشر أبدا كل ما هنالك أنه هو بيجيب وبياملى وسائق ومستندات ديئة نفقات على التسليح نفقات على وحدات عسكرية لحماية المنشآت العامة نفقات مش عارف مين في إيه وبناء على بيبرر الوضع كله رئيس حكومة الاستقرار للموازية أسامة حميد خلال زيارته لمدينة سيرت أعلن عن استعداد مدينة سيرت لاحتضان مؤتمر المصالحة الوطنية اللي بينظموا المجلس الرئاسي برعاية أممية سعيا لحل الأزمة الليبية طبعا ده اللي جنن عبد الحميد لتبيبة كون أنك أنت بتسير قدما من أجل إنهاء المصالحة الليبية يبقى معنا ذلك هيتم القطاحة بعبد الحميد لتبيبة ولذلك بدأ يتجنن وبدأ يدق أجراس الخطر ويقول بالحرف الواحد فيها يخفيها وأنا لا يمكن بأي حال من الأحوال إن أنا أسلم ليبيا إلا رئيس منتخب طيب ما تعمل يقولك لا أنا أعمل دستور على طريقة الخاصة مش بمزاج حد الدبيبة يطالب أو اللي تبيبة عشان بس اللي بتاع الأشقاء في ليبيا ما يزعلوش اللي تبيبة يطالب بالدستور ليبي جديد ويتهم أطراف خارجية بإثارة الفتنة إلى أين يصل نفوز أمريكا في ليبيا طبعا الوضع متدهور جدا على كل المستويات بسبب أمثال عبد الحميد لتبيبة لكن اللي جاء إن الإلكترونية بتهاجم قناة مصر وبتهاجم أي حد ينتقد أمثال عبد الحميد لتبيبة ويقولك الشعب الليبي رفضكم وإنتوا إيش خصوكم يا مصريين وإزاي تدخلوا في الشأن الليبي طب ثانية واحدة بس طب أخبار حضرتك إيه مع تركيا أخبار حضرتك إيه مع الميليشيات أخبار حضرتك إيه مع أمثال نجلاء المنقش وزيرة الخارجية الليبية التابعة لعبد الحميد لتبيبة لما عقدت الصفقات القذرة من أجل تطبيع العلاقات ما بين دولة ليبيا والكيان الإسرائيلي واستقبال اليهود من كل أنحاء العالم وتوطنهم في قلب الدولة الليبية وكانت فضحته بجلاجل طب أخبار حضرتك إيه مع قناة الجزيرة اللي بتثير الفوضى وبتدعم الفوضى والخراب اللي أنت جزء منه وانت بترحب بيها هو حلال على قناة الجزيرة وحلال على رجب طيب أردغان وحلال على الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في الشأن الليبي بينما عندما تناقش قناة مصر الوضع الداخلي يقولك وانت إيه اللي دخلكه ثم تحاول أنك أنت تناقش المسألة بموضوعية بعيدا عن الخيانة والعمالة اللي أنت جزء منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر